اشتركوا في القناة 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 بتسليم مثلا لهو قمح أو شعير وكان من نوع معين في حالة عدم توفر مثلا القمح والنوع يستطيع أعطاه نوع آخر من القمح حتى لو كانت ليست نفس الدرجة أو ليست نفس لهو الجودة لأن كما قلنا الأشياء المثلية هي الأشياء التي يحل بعضها محل بعض عندها الوفاء أما فيما يتعلق من حيث الوفاء إذا كان محل الالتزام شيئا قيميا فلا يتم الوفاء إلا بالشيء المتفق عليه إذا فيما يتعلق من حيث الوفاء بالالتزام لو كان هذا الشيء قيميا أو شيئا معينا بالدات هنا لا يتم الوفاء ولا تبرأ دمة المدين هنا إلا بتسليم الشيء الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين المشتري كمثلا كسيارة معينة مثلا فبالتالي هنا لا يستطيع أداء أن يجبر لهو المدين على قبول شيء آخر حتى لو كان هذا الشيء مساوي له في القيمة أو حتى لو كانت قيمة أعلى من قيمة لهو بالسيارة لأن كما قلنا أن الأشياء القيمية هي لا تحل بعضها محل بعض من حيثه أو في الوفاء إذن في هذه الحالة فإن الدائن لا يستطيع إلا بتسليم الشيء المتفق عليه مثلا كما قلنا عندما يريد هذا الشخص شراب أو يلتزم لهو الدائن أو البائع بتسليم سيارة من نوع لهو معين أو من صنف معين في حالة مثلا هلاك هذا الشيء أو هذه السيارة فلا يستطيع البائع أن يجبر لهو المشتري قبول نوع آخر مثلا لهو قبول حيوان معين أو قبول مثلا منقول معين مثلا كأثات أو غيره وحتى لو كانت قيمة هذا الشيء أعلى من قيمة شيء المتفق عليه أما إذا كان محل الالتزام من الأشياء المتلية فيجوز الوفاء بأي شيء من نفس النوع أو بنفس المقضاء أي في حالة التزام البائع بتسليم لهو المشتري بقنطار أو قنطارين لهو من القمح ولو تم الاتفاق على جودة معينة فيجوز هنا أن يقوم له بتسليم مثلا فيجوز في حالة عدم توفر لهو مثلا هذا القمح أو هذا الشعير أن يسلمه نوع آخر مثلا لو كان الالتزام قمحه في حالة عدم توفر للقمح يستطيع أن يعطيه نوع آخر حتى ولو كان لهو شعيرا وبنفس لهو المقدار المتفق عليه أما من حيث المقاصة المقاصة هي تعتبر وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام فبالتالي المقاصة لا نتصور أن تجرى إلا في حالة الديون التي يكون موضوعها أشياء لهو مثلية أشياء مثلية وليس من الأشياء القيمية متحددة لهو في درجة الجودة وفي النوع فإذا كان كل شخص لهو مدين إلى الشخص الآخر بمبلغ من النقود فهنا يمكن إجراء المقاصة بين الدينين وينقضي الدينان بقدر الذي يكون الأقل منهما أما إذا كان محل الالتزام الشياء القيمية هنا فلا تجري المقاصة نعطي مثال على هذه أو على المقاصة فإذا كان عمر مدين لأحمد بمبلغ خمسمائة دينار وكان أحمد مدين لعمر بمبلغ أربعمائة دينار يمكن إجراء المقاصة بينهما في هذه الحالة فيعتبر هنا عمر لا يلزم إلا برد المائة دينار إلى لهو أحمد إذن المقاصة تجرى لهو بين شخصين في حالة لو كان لهو محل الالتزام لهو أشياء مثلية أما لو كان محل الالتزام أشياء قيمية فلا تجرى بها المقاصة إذن لهو المقاصة تجرى بين شخصين في حالة وجود دينار أحدهما أكبر من الآخر فالشخص الذي يكون دينه أقل من الآخر فهنا يعتبر لا يلزم الشخص الآخر إلا برد القيمة البسيطة كما قلنا لهو في حالة لما يكون أحمد لهو مدين بعمر بهذا المبيل اللي هو قلته أما فيما يتعلق بتقسيم الأشياء من حيث تباتها تقسم الأشياء من حيث تباتها في حيزها من عدمه إلى منقولات وإلى عقارات فيمكن تعريف العقارات بأنها الأشياء التابتة التي لا يمكن نقلها دون تلف مثال على العقارات الأراضي والمباني كذلك أواء الشجر طالما كان ملتسقا في الأرض فالعقار قد يكون لهو عقارا بالطبيعة وقد يكون عقار بالتخصيص فالمقصود العقار بطبيعته هو الشيء التابت في حيزه أي الشيء التابت لهو في أصله ولا يمكن نقل هذا الشيء دون تلف مثل المباني والأراضي الزراعية لذا اللي هو المبنى والأراضي الزراعية هي تعتبر عقارات بطبيعتهم أما العقار بالتخصيص هو يعتبر منقول في الأصل ولكن خصصة لخدمة عقار واستغلاله مثال على ذلك آلة الري المخصصة لري الأراضي الزراعية فهي في الأصل آلة الري هي تعتبر ليست عقار ولكن هي تعتبر منقول وبالتالي تعتبر هي عقار بالتخصيص لأنها خصصت لخدمة عقار فبالتالي هنا العقارات بالتخصيص هو يعتبر هي منقول ولكن تخصص لخدمة عقار فقط هذا بسبب تسميتها عقار بالتخصيص حتى يكتسب المنقول هنا صفة العقار بالتخصيص يجب أن تتوافر فيه شرطان الشرط الأول وهو أن يكون المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد إذن الشرط الأول لابد أن يكون هذا العقار والمنقول هنا مملوك لنفس الشخص فالآلة المخصصة لري الأرض هنا لا تعتبر عقار بالتخصيص لو كانت غير مملوكة لصاحب العقار إذن لما شخص معين يملك عقار وهو صاحب عقار لو كانت آلة الري مملوكة لشخص آخر وأتى بها لغرض ري هذه الأرض هنا لا يعتبر هذا المنقول عقار بالتخصيص حتى يعتبر هذا المنقول عقارا بالتخصيص لا بد أن تكون مملوكة لصاحب العقار نفسه الشرط الآخر أن يكون المنقول قد ألحق بالعقار لخدمته واستغلاله لكن لو المنقول وضع لخدمة صاحب العقار فلا يعتبر عقارا بالتخصيص إذن لابد أن يكون هذا المنقول وجد أو ألحق لخدمة العقار فقط ولي استغلاله إذن لو كان هذا الشيء وضع لخدمة صاحب العقار في هذه الحالة لا يعتبر عقارا بالتخصيص على سبيل المثال لو أن صاحب مصنع خصص أو حتى لهو صاحب مصنع أو صاحب لهو المزرعة لو خصص السيارة لخدمة المصنع أو لخدمة المزرعة تعتبر السيارة هي عقارا بالتخصيص لكن لما نشوفوا السيارة في الأساس السيارة تعتبر منقول ولكن طالما السيارة هذه ألحقت بالعقار أي لخدمة المصنع ولخدمة لهو المزرعة تعتبر عقارا بالتخصيص ولكن لو الشخص استعملها لتنقلاته الخاصة في هذه الحالة لا تعتبر عقارا بالتخصيص وإنما تعتبر لهو منقولا لا يشترط حتى يكون العقار عقار بالتخصيص أن يكون تخصيصه لخدمة العقار بصفة دائمة أي في حالة زوال التخصيص هنا زالت صفة العقار بالتخصيص عن ذلك المنقول إذن كما قلنا أن هذا التخصيص لخدمة العقار لا يكون لهو بصفة دائمة أحيانا لفترة زمنية معينة لأن التخصيص قد يكون هنا لغرض الاستثمار الزراعي أو حتى لهو الاستثمار الصناعي أما فيما يتعلق بالمنقولات المنقولات هي الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف إذن لهو المنقول هو شيء يمكن أن نستطيع أو ننقله من مكان إلى آخر دون تلف مثلا هذه الطاولة أو مثلا لهو المقعد أو لهو السيارة هذه الأشياء يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر لهو دون تلف فالمنقولات أيضا هي تعتبر إما منقولات بطبيعتها أو منقولات بحسب المآل المنقولات بطبيعتها هي ليست أو تعتبر هو كل ما ليس بعقار إذن لهو كالمحاصيل الزراعية والنقود والأبواب والشبابيك في حالة فصلت عن البناء حتى ولو لفترة موقعة إذن المنقولات بطبيعتها تعتبر هي بحسب طبيعتها أو من الأساس تعتبر هي منقول كما قلنا لهو مثل النقود النقود تعتبر منقول بطبيعتها كذلك الأبواب كذلك الشباك في حالة عندما يصل عن هذا البناء يعتبر لهو منقول أما المنقولات بحسب المآل هي الأشياء التي تعتبر عقارا بطبيعتها ولكن بالنظر إلى ما ستقول إليه مستقبلا تعتبر منقولا بحسب المآل أي كيف تكون هنا المنقولات بحسب المآل إذن هي تعتبر في الأساس هي عقار ولكن في المستقبل سوف تصبح لهو منقول مثال على ذلك مثلا لهو التمار والمحاصيل الزراعية التمار والمحاصيل الزراعية هي تعتبر عقار ولكن بعد جني الحصاد هنا تعتبر لهو منقول لأنه كما قلنا بأن التمار الموجود في الشجرة الشجرة تعتبر أو هناك أو اللاز كما قلنا الغرس والأشجار تعتبر عقار التمار الموجود في الأشجار تعتبر لهو عقار ولكن عند جني هذا التمار شن تصبح تصبح منقولا لهو بحسب هالمآل كذلك الأمر بالنسبة للمباني المزمع هدمها أو الأشجار كما قلنا لهو المعدة للقطع إذن لهو المباني المبنى عندما يكون لهو التابت في هذه الحالة يعتبر عقار كذلك الأشجار كذلك تعتبر عقار ولكن بعد هدم المبنى أو كذلك هدم الأشجار سوف تصبح لهو منقولات ويترتب على اعتبار العقار بطبيعته العقار بطبيعته منقولا بحسب المآل فالمحكمة المختصة فيما يتور إليه من نزاع هنا لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة العقار وإنما المحكمة التي يوجد في دائرتها لهو موطن المدعى عليه إذا المحكمة المختصة بنظر في هذه الدعاوة هي محكمة موطن المدعى عليه وليست لهو محكمة موطن العقار ولتقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات أهمية كبيرة فبالتالي من أهم الآثار المترتبة على تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات واحد هناك من حقوق الارتفاق ما لا يرد إلا على عقارات دون منقولات إذن هناك حق يرد على العقار دون المنقول مثل هو حق الارتفاق والرهن الرسمي إذن الرهن الرسمي وحق الارتفاق يرد على العقارات فيما يتعلق من حيث شهر وتسجيل التصرفات أوجب القانون من حيث الأصل شهر التصرفات التي يكون موضوعها نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق التي ترد على العقار مثال عليه مثلا بيع العقار لا يترتب عليه نقل الملكية إلا بعد التسجيل في السجل العقاري إذن ملكية العقار سواء كانت أرض أو منزل لا تنتقل ملكيتهم إلا بعد التسجيل في السجل العقاري أما التصرفات التي يكون محلها منقولة هنا لا يوجب القانون لهو في الأصل لهو شهر وإذن مثل ما قلنا المنقولات هذا الأمر يختلف سواء كان لهو منقولات معينة بالذات أو معينة بالنوع أو كما قلنا أن المنقولات لهو إما بفور تنتقل بمجرد التعاقد أو هناك من منقولات لهو تنتقل بمجرد الفرز ثلاثة من حيث الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالاختصاص القضائي في الدعاوة المتعلقة بالعقار أو بجزء منه أو المنازعة التي يكون موضوعها عقار فالاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كما قلنا أما فيما يتعلق الدعاوة التي يكون موضوعها منقول فدائما في محكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أما فيما يتعلق بإجراء التنفيذ نلاحظ أن القانون شدد إجراءات التنفيذ على العقار وبسط إجراءاته على المنقول أما بالنسبة فيما يتعلق بالشفعة فإنها تجوز في بعض ما يتعلق بالأموال العقارية ولا تجوز فيما يتعلق في الأموال لهو الأخرى حتى ولو كانت لهو موكولات ننتقل في هذه الفقرة إلى النوع الآخر من محل الحق وهو الأعمال العمل سواء كان هذا العمل إيجابي أم عملا سلبيا هو محل للحقوق الشخصية إذن العمل إما قد يكون هو الذي يتم تكلف به الشخص إما القيام بعمل أو حتى الامتناع لهو عن عمل فالعمل هو يعتبر محل للحقوق الشخصية على عكس الأشياء الذي يكون محل للحقوق العينية فالحق الشخصي يتمثل في وجود علاقة تقوم بين شخصين أو أكثر هذه العلاقة يلتزم فيها أحد أطرافها إما القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء معين وبالتالي حتى يكون هذا العمل محلا للحق يجب أن تتوافر في ثلاثة شروط أساسية من هذه الشروط شرط الإمكان وشرط التعييم وشرط المشروعية نأتي إلى الشرط الأول وهو شرط الإمكان حتى يكون هذا العمل محلا للحق يجب أن يكون هذا العمل الذي يرد عليه الحق عملا ممكلا لأنه لو كان العمل مستحيلا فلا يجوز أن يكون هذا العمل المستحيل محلا للحق فبالتالي الاستحالة التي تمنع من القيام بالعمل أن يكون محلا للحق هي الاستحالة استحالة مطلقة عندما نقول استحالة مطلقة بمعنى أن العمل يكون مستحيلا بالنسبة للكفة أي بالنسبة للجميع أي لا يستطيع أي شخص أن يقوم بهذا العمل أما إذا كانت الاستحالة نسبية أي أن استحالة القيام بعمل هنا لا تقوم إلا بحق المدين فقط إذا هو هذا العمل يقوم أو الاستحالة النسبية بمعنى أن العمل لا يستطيع أن يقوم به إلا بحق المدين وبالتالي هذا لا يمنع العمل من أن يكون محل للحق لأن الاستحالة النسبية أحيانا يمتنع شخص معين عن القيام به ولكن هذا لا يعني استحالة القيام بهذا العمل من هالجميع فيما يتعلق بالاستحالة المطلقة أو نعطي عليها مثال استحالة تسليم الشيء إذا هلك هذا الشيء ووقت النشوء هذا الالتزام إذن مثلا عندما يقوم أو يلتزم البائع بتسليم السيارة لهذا المشتري فالاستحالة المطلقة هنا في حالة هلك الشيء ووقت لهو التسليم في هذه الحالة أصبحت الاستحالة استحالة مطلقة بسبب هلك الشيء ووقت النشوء هذا الالتزام أما فيما يتعلق بالاستحالة النسبية مثلا في حالة الفنان الذي يلتزم برسم لوحة معينة في وقت معين أحيانا يدعى الفنان عدم تمكنه من هذا الرسم بسبب انعدام الإلهام الفني لدي أي في تلك اللحظة لا يستطيع أن يرسم اللوحة أحيانا التي تم الاتفاق عليها وذلك لعدم توفر الإلهام الفني لدي ولكن هذه الاستحالة لا تعني استحالة مطلقة بل هي استحالة نسبية لأنه فيه إمكان غيره أو يستطيع غيره من الفنانين القيام بهذا العمل أما فيما يتعلق بشرط التعيين حتى يكون العمل محلا للحق يجب أن يكون هذا العمل معينا أو قابلا للتعيين بمعنى هنا يجب أن تبين العلاقة القائمة بين الأشخاص لابد أن يحدد نوع لهو العمل الإيجابي أو حتى العمل لهو السلبي وكذلك تحديد كيفية تنفيذه ووقت القيام به مثال على الشرط لهو التعيين التعاهد مثلا ببناء مسكن يجب أن يتم التحديد فيه مواصفات هذا العمل ويجب تحديد وقت لهو التنفيذ وكذلك لابد أن تستخلص لهو مواصفات لهو هذا العمل من حيث ظروف التعاقد وملابساته إذن عندما يتعين مثلا المقابل أو يلتزم ببناء مسكن فلابد في هذه الحالة لابد أن يحدد مثلا عند مواصفات هذا المنزل كذلك وقت التنفيذ والقيام بهذا العمل ووقت تسليم هذا المنزل فيما يتعلق بالشرط الثالث وهو شرط المشروعية إضافة إلى شرط لهو الإمكانية أو الإمكان وشرط التعيين يتوجب على العمل الذي يكون محل للحق لابد أن يكون هذا العمل عملا مشروعا وهذا العمل مطابقا للنظام العام والأداب ومطابقا للمبادئ والأسس القائمة في المجتمع فبالتالي العمل عندما يكون عملا غير مشروع لا يجوز في هذه الحالة أن يكون محلا للحق نعطي مثال على عمل غير المشروع حالة التزام الشخص بارتكاب جريمة أو بتسليم مخدرات أو مواد لهو مسكر أي عندما يلتزم شخص معين تجاه آخر بأنه يقوم بارتكاب جريمة مثل لقتل شخص معين أو بارتكاب سرقة أو حتى تسليم مخدرات لأشخاص معينين أو مواد مسكرة فبالتالي يعتبر هذا العمل الذي الملتزم القيام به يعتبر لهو عملا غير مشروع فبالتالي لا يمكن أن يكون هذا العمل محلا للحق إذن نستخلص من شرط العمال أن العمل حتى يكون محلا للحق لا بد أن تتوافر في هذا العمل شرط الإمكانية أي أن العمل لا بد أن يكون ممكن على عكس لهو أو ولا توجد استحالة في تنفيذ هذا العمل وفرقنا بين الاستحالة المطلقة التي تمنع الكافة من القيام به على عكس الاستحالة النسبية أحيانا الاستحالة النسبية لا تقوم إلا بحق المدينة فقط بينما تكون لهو في حق أو يستطيع غيره القيام بهذا العمل شرط التعيير لا بد أن يكون هذا العمل عملا معينا ويكون هذا العمل الذي يلتزم القيام به لهو عملا مشروعا فقط ننتقل في هذه الفقرة إلى موضوع آخر وهو مصادر الحق قسم الفقهاء مصادر الحق إلى مجموعتين هما الوقاعة القانونية والتصرفات القانونية نأتي أولا إلى الوقاعة القانونية الواقعة القانونية يقصد بها هي كل حدث أو عمل يرتب عليه القانون أثرا قانونيا وبالتالي من أهم هذه الآثار إنشاء الحق أو نقله أو انقضائه نأتي مثالا عليه موت الشخص يعتبر حدثا ماديا طبيعيا وبالتالي هذا يعتبر واقعة قانونية يترتب عليها أثر قانوني ما هو الأثر القانوني المترتب عليه لموت أو لوفاة الشخص الأثر القانوني وهو حق الوارد في الإرض إذن موت الشخص يعتبر حدث طبيعي حدث مادي الأثر المترتب على هذه الواقعة وهو حصول الوارد في الإرض العمل الضار يعتبر أيضا حدث مادي يرتب عليه أثرا قانونية أي عندما يقوم الشخص بارتكاب فعل ويسبب ضررا إلى الغير فمن أهم الأثر المترتبة على هذا العمل الضار هو حق من لحقه الضرر في الحصول على التعويض إذن المتضرر من العمل المادي هنا أو من العمل الضار له الحق في الحصول على التعويض هذا فيما يخص الواقعة القانونية إذن الواقعة القانونية هي حدث أو عمل ينشأ عليه أثرا قانونية أما التصرف القانوني هو كل عمل إرادي يقوم به الشخص من أجل ترتيب أثرا قانوني فأهم مثال على التصرف القانوني هو العقد العقد هو يعبر عن اتجاه إرادتين نحو أحداث أثار قانونية تتمثل أو تنشأ عنه حقوق والالتزامات مثلا عقد البيع هو يعتبر عمل إرادي أي ناتج عن إرادة الشخصين أي إرادة البائع والمشتري فبالتالي ينتج عن هذا العمل حق البائع في الحصول على الثمن الشيء المباع كذلك حق المشتري في التسليم أو في تسلم هذا الشيء المباع من هذا البائع التزام البائع أيضا بنقل ملكية هذا الشيء إلى المشتري كذلك هناك التزام يقع على المشتري وهو التزامه بدفع التمن إذن التصرف القانوني هو عمل إرادي أي عمل يكون ناتج عن إرادة هذا الشخص من أجل ترتيب أثرا قانوني كما قلنا لهو عقد لهو البيع ينشئ حقوق والتزامات حقوق للبائع وحقوقهم للمشتري وأيضا هناك التزامات تقع على البائع والالتزامات تقع على المشتري على الرغم من خلال تعريفنا للواقعة القانونية والتصرف القانوني نلاحظ أن هناك سهولة في التمييز بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني لكن التمييز أحيانا بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني يتير بعض الإشكاليات وبعض الصعوبات خاصة إذا تعلق الأمر بما يعرف بالواقعة القانونية الاختيارية لذلك نحن تطرقنا إلى الواقعة القانونية بشكل عام ولكن هناك وقاءة قانونية اختيارية لأن هذه الواقعة القانونية الاختيارية تلعب الإرادة في مثل هذه الواقعة دورا مهما يجعلها تقترب من التصرفات القانونية فبالتالي مسألة التمييز بينها وهو التصرف القانوني يعتبر أمرا غير سهل خاصة في حالة عدم موجود معايير وضوابط للتمييز بينهما إذن الواقعة القانونية الاختيارية فإن الإرادة إرادة الشخص لها دور كبير في هذه الواقعة خاصة أنها تقترب من التصرف القانوني لأن التصرف القانوني هو تصرف يقوم على إرادة هذا الشخص لأجل تحقيق لهو أثر قانوني يلاحظ أو يرأ الفقهاء أن هناك معايير للتمييز بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني يتمثل في أمرين الأمر الأول التصرف القانوني يختلف عن الواقعة القانونية من حيث الجوهر من حيث الأساس فبالتالي جوهر التصرف القانوني هي الإرادة إذن لهو أساس التصرف القانوني أساسه الإرادة هي إرادة الشخص للقيام بأي تصرف معين أما جوهر أو أساس الواقعة القانونية يتمثل في العمل المادي لا بد أن يكون هذا العمل عمل مادي عمل ملموس أو لهو محسوس يقع أو يقوم به هذا الشخص فعلا أو يقع على هذا الشخص فعلا كما قلنا لهو في حالة وفاة هذا الشخص يعتبر هذه واقعة مادي فبالتالي هنا يترتب على ذلك أن التصرف القانوني لا يوجد ولا يرتب أي أثار قانونية إلا بالإرادة إذن التصرفات أو بالأحرى أن التصرف القانوني الأثار المترتبة على هذه التصرفات لا تنتج ولا يترتب عليه أي أثر إلا بالإرادة كما قلنا عندما تتجه إرادة الشخص إلى إبرام عقد بيع في هذه الحالة أن الآثار المترتبة على عقد البيع لا تنتج هنا ولا تقع إلا بإرادة هذا الشخص لإبرام عقد البيع أما الواقعة القانونية بالتالي تلعب الإرادة فيها دورا كما هو الحال في الوقاع الاختياري وبالتالي هنا لا يكون للإرادة أي دور كما هي الحال في الوقاع الطبيعية إذن الوقاع القانونية العادية أو الطبيعية الإرادة ليس لها أي دخل على عكس الحال للوقاع القانونية الاختيارية وحتى في الحالات التي يكون للإرادة لها دور في الوقاع القانونية فإن هذه الإرادة لا يكون لها دور إلا من حيث القيام بهذا العمل المادي دون الآثار القانونية فبالتالي الإرادة لا تشكل جوهراً أساسية للواقع القانونية إذن الواقع القانونية الإرادة فيها لا تشكل أساس وليس لها أي دور على عكس التصرفات القانونية لأن كما قلنا أن التصرف القانوني الأثار المترتبة عليها ناتجة عن سبب له أو عن وجود هذه الإرادة على عكس الواقع القانونية الإرادة ليس لها أي دور لأن ما يهمنا في الواقع القانونية هو العمل هو العمل الذي يقوم به الشخص أو هذا الحدث المادي أما فيما يتعلق بالأمر الثاني الاختلاف جوهر التصرف القانوني عن جوهر الواقع القانونية هذا يؤدي إلى اختلاف مصدر الأثر القانوني فالأثر القانوني الناتج عن التصرف القانوني مصدره الإرادة التي اتجهت إلى ترتيبه دائما كما قلنا في التصرفات القانونية فالأثر الناتج عن هذا التصرف لهو مصدره الإرادة لأن الإرادة اتجهت إلى تحقيق هذا الأثر أما الأثر القانوني الناتج عن الواقع القانوني بمصدره المادي هنا ليس له أي علاقة في هذه الإرادة حتى في ترتيب هذا الأثر خاصة أو حتى لو كان لها دور في القيام بالعمل المادي لأن أحيانا وفاة هذا الشخص أحيانا يتوفى الشخص دون أن تكون له إرادة في ذلك لأن موته قد يكون لهو وفاة لهو طبيعية في هذه الحالة إرادة الشخص لم تتجه إلى القيام مثلا قيام الشخص بقتل نفسه أو تعمد لهو الموت حتى يكون لهو دور إذن الواقع القانونية الإرادة تعتبر لا تشكل أساسا أو جوهرا في الترتيب لهو الأثر القانوني فبالتالي التمييز بين الواقع القانونية والتصرف القانوني يقوم على أساس التفرقة هنا بين العمل المادي والإرادة فإذا نتج الأثر عن عمل مادي فهنا نكون أمام واقع قانونية إذن الأثر المترتب عن العمل اللي هو المادي كوفاة الشخص أو العمل الضار نكون أمام واقع قانونية فبالتالي التفرقة بين الواقع القانونية والتصرفات القانونية لها أهمية بالغة جدا أو أهمية كبيرة تظهر في مجال الإتبات وفي مجال الأهلية استعرض في هذه الفقرة إلى بيان بعض الأحكام العامة لكل من الواقع القانونية والتصرف القانوني نأتي أولا إلى الواقع القانونية وضحنا القاعدة القانونية أو المقصود بها في الفقرة السابقة وقلنا بأن الواقع القانونية تتميز عن التصرف القانوني في أن الأثار القانونية تترتب عن العمل المادي المكون لها دون أن يكون للإرادة دور في ذلك إذ أن الإرادة قد تلعب دورا مهما في القيام بالعمل المادي المكون لهذه الواقعة إذن فقد يقع لهو هذا العمل المادي دون أن يكون للإرادة دورا فيها كما قلنا في حالة لهو وفاة الشخص وأحيانا الإرادة يكون لها دور في حالة لهو الإضرار بالغير وتأسيسا على ذلك ميز الفقهة بين نوعين من الواقع القانونية وهي الواقع الطبيعية والواقع الاختيارية ننتقل إلى الفقرة الأولى وهي الواقع الطبيعية فهي وقع غير اختيارية وترتب أثارا قانونية دون أن يكون لإرادة الإنسان دورا في إنشائها إذن فمثال على الواقع الطبيعية فأحيانا أو مثل لهو الكوارث الطبيعية التي تحدث مثل الفيضانات والزلازل واللهو البركين فهذه تعتبر واقعة طبيعية يرتب عليها أثار من أهم هذه الأثار وهي انقضاء الحقوق الشخصية أحيانا لهو إعفاء المدين من تنفيذ التزامه بسبب ما يعرف القانون بالقوى القاهرة مثال أيضا على الواقع الطبيعية هي وقاء الميلاد أو واقعة الميلاد هي تعتبر عمل مادي يرتب عليه القانون أثار وهي بداية الشخصية القانونية لهذا الطفل والتبوت أهلية لهو الوجوب كذلك الموت يعتبر لهو حدث طبيعي يترتب عليه انقضاء بعض الحقوق مثل الحقوق غير لهو المالية كحقوقه الشخصية وحقوقه السياسية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وكذلك الالتزامات المرتبطة بشخص المديم كذلك هذا يترتب عليه انتقال الحقوق من الوارد إلى المورد فبالتالي هذا يجعل الوفاة سببا من أسباب نشأة الحق في الميراد هذا فيما يتعلق بالوقاعة الطبيعية أما الوقاعة الاختيارية هي أعمال مادية تحدث بفعل الإنسان واختياره وبالتالي فإن القانون يرتب عليها أخطاء الوقاعة الاختيارية تتنوى إلى أفعال ضارة وإلى أفعال نافعة فالفعل الضار عندما يقوم الشخص بعمل غير مشروع وهذا العمل ينشأ عنه أو ينتج عنه خطأا يسبب ضررا للغير فيتوجب على الشخص الذي سبب ضررا للغير أو يتوجب على الشخص الذي وقع عليه الضرر أن يطالب لهو بالتعويض ويترتب كذلك على تبوت الحق في التعويض هنا النتائج عن المسئولية التقصيرية فبالتالي حتى يستطيع الشخص أن يطالب بالتعويض لابد لهو من توافر ثلاثة عناصر العنصر الأول وهو الخطأ أي العمل غير مشروع كذلك وجود لهو الضرر الذي يلحق بالغير لابد أن يكون الشخص تضرر من هذا العمل وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذن لابد من وجود علاقة بين الضرر والخطأ أي أن الخطأ تسبب بالضرر لهذا الشخص أي لابد أن يكون الضرر ناتج عن هذا العمل أو هذا لهو الخطأ حتى يستطيع الشخص أن يطالب بالتعويض فإذا كان الأصل في العمل غير المشروع أن يطالب المضرور هنا بإتبات خطأ من جانب من قام بالعمل غير المشروع الذي تسبب عن عمله ضرر إلا أن أحيانا التطور الصناعي وصعوبة إتبات الخطأ من جانب من يتولى لهو حراسة لهو الأشياء أدى إلى تطور لهو مفهوم المسؤولية في بعض الأحيان يلتزم من يتولى حراسة الأشياء مثلا أشياء البناء أو الأشياء التي تتضلب حراسة وعناية خاصة هنا أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج من تهدم هذا البناء من أمثلة الوقاعة الاختيارية بالفعل الضار عندما يقوم الشخص بقيادة سرعة وينتج عنه لهو إلحاق ضرر بأحد المرة أو بأحدى السيارات الموجودة على هذا الرصيف والبناء أحياناً لهو في أرض وهذه الأرض تكون تحت حيازة شخص آخر هذا يترتب عليه تبوت حق للمضرور في المطالبة به لهو التعويض أما فيما يتعلق بالفعل النافع أحياناً يقوم شخص بعمل ينتج عنه فائدة لشخص آخر وينتج على ذلك حق لمن قام بهذا العمل في الرجوع على من تم العمل لهو لمصلحته ويكون هذا بمقابل أو بما عاد عليه من فائدة وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب فبالتالي مثال عليه عندما يقوم شخص بترميم أو بسيانة مسكن هذا المسكن مملوكاً للغير يسمى فضولياً أي قام بعمل أدى إلى إتراء لهو صاحبه أي أن صاحبه حصل على فائدة كذلك في المقابل أدى إلى افتقار من قام بعمل فيترتب على هذا العمل آثاراً قانونية يتمثل في التزام صاحب المسكن هنا بتعويض هذا الشخص الذي قام بالعمل أو يسمى أحياناً بالفضول عما لاحقه وهو من خسارة فبالتالي الواقعة القانونية ترتب آثاراً بغض النظر عن دور الإرادة بذلك فبالتالي القانون هنا لا يتطلب في الواقعة القانونية ما يتطلبه في التصرف القانوني من أقواعد تتعلق لهو بالأهلية أو حتى بالإتلبات وسلامة الإرادة من العيوب فالواقعة القانونية تعتبر مصدراً للحقوق أي أن كانت هذه الحقوق فمثلاً بلوغ الشخص سناً محددة والسن القانونية يأتي للشخص حقاً سياسياً أو ممارسة الحق السياسي في البلاد مثلاً كالمشاركة في الانتخابات كذلك أول ميلاد أو ولادة شخص يخول لهذا المولود لهو الحق في النسب عندما يقوم الشخص بابتكار مثلاً دواء لمرض معيم يمنح هذا المبتكر لهو حقاً دهنياً كذلك تكون الواقعة القانونية سبباً لانقضاء الحقوق فهلاك الشيء مثلاً بسبب كارثة طبيعية أحياناً يترتب عليه انقضاء الحق هذا الوارد عليه وبالتالي عدم الاستعمال لمدة معينة من الزمن يؤدي إلى بعض لهو سقوط أو انتهاء الحقوق العينية الأصلية فبالتالي أحياناً تترتب على الوقاع القانونية أتاراً قانونية أخرى مثلاً تحريم الزواج مثلاً أحياناً بسبب لهو القرابة لأنه مثلاً لا يستطيع الزوج أو لا يستطيع مثلاً الشخص أن يتزوج لهو مثلاً بأخته أو أن الشخص لا يجمع بين الأختين إلا في حالة وفاة أحد لهو الأختين كذلك هذا الأثار المترتب على الوقاع القانونية وهو تقييد استعمال حق الملكية بسبب الجوار وكذلك أحياناً إنعدام استخدام بعض الحقوق بسبب وجود عارض من عوارض الأهلية تقل في هذه الفقرة إلى التصرف القانوني فالتصرف القانوني أو العمل القانوني هو اتجاه إرادة شخص نحو إحداث أثر قانوني معين ويتمثل هذا الأثر أحياناً إما في إنشاء هذا الحق أو نقل الحق أو تغييره أو حتى لهو انقضائه فيما يتعلق هنا بدور الإرادة في التصرف القانوني للإرادة دور في إنشاء التصرف لهو القانوني هو ترتيب أثاراً عليه فيجب أن تكون هذه الإرادة تكون واعية خالية من العيوب حتى تنتج الإرادة أثاراً القانونية فبالتالي هنا لابد أن ينشأ التصرف القانوني هنا من شخص يكون بالغ لسن الرشد أي بالغ للسن القانونية ومتمتع بيئة أهلية اللازمة لإجراء التصرف القانوني أي بمعنى لا يشوب هذه الإرادة أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس والإكراه والاستغلال كذلك أن يكون الشخص متمتع لهو بكامل قوة العقلية فبالتالي عندما تكون هذه إرادة إرادة الشخص مدركة وواعية لم يشوبها أي عيب من العيوب تعتبر هذه الإرادة كافية لإنشاء التصرفات القانونية دون الحاجة إلى شيء لهو آخر وبالتالي هذا ما نعبر عنه بقاعدة الرضائية في التصرفات القانونية إذن قاعدة الرضائية في التصرفات القانونية هي أن الإرادة تكون أو إرادة الشخص الذي يقوم بتصرفات القانونية لابد أن تكون إرادة مدركة وواعية لم يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة ولا أي مانا أو عارض من عوارض هذه الأهلية ولكن دور الإرادة في إنشاء التصرف القانوني هنا تعتبر ليس مطلقا فأحيانا القانون يتطلب في بعض الأحيان حالات استثنائية خضوع الإرادة بشكل لابد أن توجد في شكل خاص أو أن تفرغ في شكل اللي هو معين فإذا تخلف هذا الشكل يعتبر تصرف هذا الشخص باطل بطلانا مطلقا فأحيانا كفاية الإرادة هنا في إنشاء التصرف القانوني وقدرتها على تحديد الآثار القانونية هو يعتبر السببان أو وجهان لمبدأ لهو الإرادة أحيانا ينعدم دور الإرادة في ترتيب الآثار القانونية للتصرف القانوني فبالتالي يتولى القانون هنا تحديد وتنظيم ما يترتب على هذا التصرف من آثار مثالا عليه لهو عقد الزواج كذلك اتساع لهو النطاق النظام العام والأداب كذلك تدخل الجماعة في علاقات الأفراد مع بعضها البعض تحقيقا للمصلحة العامة فهذا أدى إلى تقييد الإرادة في ترتيب ما ينشأ عنه من آثار أما فيما يتعلق بدور التصرف القانوني وأهميته فالتصرف القانوني يعتبر هنا مصدر من مصادر الحقوق على كافة نواع هذه الحقوق سواء كانت حقوق مالية أو حقوق غير مالية فعقد الزواج هنا يعتبر تصرف قانوني يترتب عليه حقوق حقوق لهو أسرية العقد أيضا هو توافق بين إرادتين من أجل إحداث أثار قانونية فهذا يعتبر مصدر من مصادر الحقوق الشخصية أحيانا يكون لهو مصدر لنقل الحقوق العينية الأصلية كذلك مصدر للحقوق التبعية كحق الرهن الرسمي وحتى الرهن الحيازي كذلك عندنا مسألة أو موضوع لهو الوعد بجائزة هو يعتبر تصرف قانوني يقوم على إيرادة مفردة يترتب عليه حقا لمن قام بالعمل الذي تتعلق به الجائزة فعندما يتواعد شخص بأن من يقوم مثلا بإنجاز عمل معين أو تصرف بعمل معين سوف تعطى له لهو جائزة فالتصرف القانوني قد يكون مصدرا لنقل الحقوق الشخصية فمسألة لهو حوالة الحق هي تعتبر اتفاق بين الدائن وشخص آخر لهو محله تحويل مال الدائن من حق في جمة المدين إلى شخص الدائن إذن هنا لما يتفق الدائن مع شخص لهو آخر على أن يقوم هذا الشخص الآخر بناء على مال المدين لهو من حقوق بتحويلها إلى هذا الدائن ويترتب أيضا على التصرف القانوني آتار قانونية أخرى غير موضوع إن شاء الحق أو نقله أو حتى انقضائه فمثلا قبول الوصية وإقرار لتصرف الشخص الفضولي هذه تعتبر آتار ناتجة عن تصرفات تقوم على الإيرادة المفردة لهذا الشخص ننتقل إلى أنواع التصرفات القانونية وتقسيماتها تتنوع التصرفات القانونية إلى أنواع متعددة فهذا الأمر الذي يقضي تقسيمها أحيانا لهو بحسب طريقة تكوينها أو بحسب الآتار المترتبة عليه نأتي أولا إلى تقسيم التصرفات القانونية من حيث طريقة تكوينها تنقسم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول وهو الاتفاق فالاتفاق هو عبارة عن تطابق إرادتين لشخصين أو أكثر من أجل تحقيق مصالح متعارضة ومتميزة مثالا على ذلك عقد البيع فكل من البائع والمشتري يعبر عن إرادة من أجل تحقيق لهو مصلحته أي كل شخص له مصلحة تختلف عن المصلحة التي يرغب الطرف الآخر إلى تحقيقها فالبائع يسعى إلى الحصول على التمن والمشتري يسعى في الحصول على هذا الشيء المباع اثنين العمل الاتحادي العمل الاتحادي هو توافق مجموعة من الإرادات المختلفة كل شخص تسعى إرادته إلى تحقيق هدف واحد ومحدد والمثال على ذلك عقود العمل المشتركة التي يتم إبرامها بين أشخاص يعملون في مهنة واحدة أما فيما يتعلق بالعمل الجماعي هو التجمع مجموعة من الإرادات من أجل تحقيق هدف محدد وهذا ما يتم لهو في الجمعيات العمومية لأن كل شخص أو كل عضو في هذه الجمعية يعبر عن إرادته في خصوص مسألة معينة أما فيما يتعلق بتقسيمات التصرفات القانونية من حيث آتارها فتتنوع التصرفات القانونية تبعا لدورها في إنشاء الآتار القانونية يعود الفصل في تقسيم هذه التصرفات القانونية إلى فقهاء القانون العام وعلى رأسهم العميد ديجي والذي يمكن التمييز وبالتالي نستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع من التصرفات القانونية وهو التصرف القاعدي أو المنظم والتصرف الشرطي والتصرف الذاتي أو الشخصي فيما يتعلق بالتصرف القاعدي أو التصرف المنظم فهذا يهدف إلى وضع قواعد عامة ومجرد مثال عليها وضع التشريع أو وضع القوانين كذلك وضع اللوائح كذلك النظم السياسية أو اللوائح الداخلية للشركات أما فيما يخص بالتصرف الشرطي فيقتصر هذا النوع من التصرفات على أن يكون شرطا لأعمال أحكام القانون وخضوع الشخص لقانون معين المثال على ذلك من هذا النوع من التصرفات عقد الزواج فمن يقوم بإبرام عقد الزواج يخضع لأحكام هذا القانون الذي وضع هذا الشخص كذلك القرار الذي يصدر في حق شخص لتعيينهم في وظيفة إدارية أما فيما يخص بالتصرف الثالث وهو التصرف الذاتي أو التصرف الشخصي هو التصرف يهدف إلى إنشاء مركز خاص وشخصي لأطراف التصرف فالمثال على هذا النوع من التصرف هذا ينطبق على العقد بمختلف صوره كالعقود الرضائية والعقود التي تكون ملزمة لجانبين كمثل اللي هو الهباء والعقود المعارضة كعقد اللي هو البيع وكذلك اللي هو عقود الاحتمالية أو تعتبر من ضمن تصنيفات العقود المحددة والعقود الفورية وعقود المسمى ننتقل إلى التنوع أو النوع الآخر من حيث تنوع التصرفات القانونية على أساس تفاوت أثارها بالنسبة للحقوق يتنوع التصرف القانوني من حيث آتاره على الحقوق إلى تصرف منشئ وتصرف كاشف فتصرف المنشئ هو التصرف المنشئ للحق الذي يرتب أثارا قانونيا بصورة ابتدائية أو ناقلة فتصرف المنشئ هو الذي يرتب حقوقا للشخص لم تكن تابتة أو موجودة لغيره قبل ذلك مثالا على تصرف المنشئ لهو عقد الزواج يثبت لكل من الزوجين حقوقا لم تكن موجودة لهم قبل لهو الزواج أما التصرف المنشئ هو يعتبر انتقالا فهو الذي ينتقل أو ينقل حقا تابتا لهذا الشخص إلى الشخص الذي هو آخر فبالتالي هو التصرف ينشئ حقا لشخص ولكن هذا لا يكون بصورة ابتدائية بل عن طريق نقل هذا الحق من شخص إلى شخص آخر فمثالا على ذلك عقد البيع عقد البيع هو يعتبر تصرف قانوني ينقل حق ملكية الشيء المباع من الباع إلى المشتري وينقل كذلك الحق في نقل هذا الثمن إلى الباع بعد أن كان هذا الثمن هو مملوكا للمشتري أما التصرف الكاشف أو التصرف المقرر هنا لا يرتب حقا لا ابتداء ولا انتقالا بل يفترض أساسا هنا وجود حق تابت لهذا الشخص من الأساس ولكن صاحب هذا الحق الذي يتمتع بهذا الحق التابت لا يستطيع استعماله بسبب وجود من ينازعه في هذا الشخص أو يقيده في ذلك فيحتاج صاحب الحق إلى تصرف قانوني يمكنه من استخدام هذا الحق فبالتالي التصرف الكاشف هو يهدف إلى تحقيق النتيجة ويحرر هذا الحق من أنت للتصرفات الكاشفة اللي هو الأحكام التي تصدر من القضاء بصفة عامة فهذه الأحكام تعترف وتؤكد بأن هناك حقا تابتا لشخص كان محل النزاع فبالتالي الحكم القضاء الذي يصدر من القضاء في شأن النزاع حول حق معين هنا يؤكد ويكشف عن هذا الحق ويسنده إلى صاحبه أما فيما يتعلق بتنوع التصرفات القانونية من حيث منفعتها فالتصرفات القانونية كما قلنا بأن هذه التصرفات تنقسم إلى تصرفات نافعة نفعا محضا وتصرفات ضرر ضررا محضا وكذلك هناك تصرفات دائرة بين النفع والضر أما فيما يخص بالتصرفات القانونية من حيث الوقت الذي تترتب أو يرتب فيه أثارا فبعض الفقهاء أو يقسم الفقهاء هذه التصرفات القانونية من حيث وقد نفادها والترتيب أثارها إلى التصرفات بين الأحياء مثل اللي هو عقد البيع فعقد البيع هنا لا يمكن أن يحدث إلا بين الأشخاص الأحياء وكذلك والقرض هنا لا يمكن أن يكون إلا بين الأشخاص الأحياء كذلك ولهو الهبة والوديعة فبالتالي هنا ترتب آتارها إطار أو إبان حياة هذه أطراف التصرف وكذلك هناك تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت مثل اللي هو بعد موته وأحد أطرافه مثل الوصية فيستطيع أن يوصى الشخص مثلا بماله أو بأي شيء لهو يملكه إلى شخص لهو آخر على أن يعطى له لهو بعد وفاته فبالتالي من أهم آتار هذا التمييز أن التصرف في التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يستطيع الشخص أن يرجع في تصرفه قبل الوفاء إذن عندما يوصي الشخص بحق معين إلى شخص آخر ويصرف له هذا الحق بعد وفاته يستطيع هذا الشخص أن يتراجع في تصرفه قبل لهو وفاته فبالتالي حرية الشخص المتصرف تكون مقيدة في قيمة هذا التصرف وذلك ضمانا وحماية لحقوق الورثة إذن لا يستطيع الشخص هنا إلا أن يتصرف إلا في الحدود الموصى له بها فبالتالي هنا الوصية لا تجوز إلا بمقدار الترث لهو التاركة حماية أو ضمانا لحق لهو الورثة في هذه الحالة وبهذا نكون قد ختمنا هذه المحاضرة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر